السلام عليكم، هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف السادس الجزء الثاني الوحدة الخامسة الدرس الرابع صفحة 61 حجم متوازل مستطيلات النتاجات تجد حجم متوازل مستطيلات خزان ماء على شكل متوازل مستطيلات طوله 4 متر وعرضه 3 متر وارتفاعه متران كم مترا مكعبا يتسع من الماء يمكن الإجابة عن هذا السؤال بعد القيام بالنشاط الآتي نشاط أحضر صندوقا على شكل متوازل مستطيلات أبعاده 2، 3، 4 وحدات كما في الشكل المجاور أحضر مكعبات صغيرة طول ضلع كل منها وحدة واحدة ثم أجب عن الأسئلة التالية ما عدد المكعبات التي يمكن ترتيبها في طبقة واحدة في أرضية الصندوق ما عدد الطبقات التي يمكن وضعها في الصندوق ما عدد المكعبات التي يمكن وضعها في الصندوق ما حجم الصندوق اقترح اسماً آخر لمفهوم الساعة هل تستطيع إيجاد حجم الصندوق دون حساب؟ ما عدد الوحدات التي يحتويها وكيف؟ لا بد أنك توصلت إلى أنه يمكن إيجاد حجم الصندوق بإيجاد حاصل ضرب أبعاده الطول والعرض والارتفاع حجم متوازل مستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع وتساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مثال رقم واحد جد حجم كل من الأشكال التالية الشكل الأول أبعاد القاعدة 8 سانتي 5 سانتي والارتفاع 6 الشكل الثاني أبعاد القاعدة 5 سانتي 10 سانتي والارتفاع 15 سانتي الشكل الثالث أبعاد القاعدة 2 سانتي 2 سانتي والارتفاع 2 سانتي الحل حجم متوازل مستطيلات الأول يساوي الطول في العرض في الارتفاع 8 ضرب 5 ضرب 6 وتساوي 240 سانتي متر مكعب حجم متوازل مستطيلات الثاني يساوي 10 ضرب 5 ضرب 15 وتساوي 750 سانتي متر مكعب حجم المكعب الثالث يساوي الطول في العرض في الارتفاع ويساوي الضلع مكعب لأن أطوال أضلاع جميعها متساوية ويساوي 2 مكعب ويساوي 8 سانتي متر مكعب إذن حجم المكعب يساوي طول الضلع تكعيب السؤال الأول ألف متوازل مستطيلات أبعاده 9 سانتي 18 سانتي 3 ديسيمتر با مكعب طول ضلعه 5 سانتي الحل حجم متوازل مستطيلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع الارتفاع هنا 3 ديسيمتر أي 30 سنتيمتر إذن 9 ضرب 18 ضرب 30 وتساوي 4860 سانتي متر مكعب حجم المكعب يساوي الضلع تكعيب أي 5 تكعيب وتساوي 125 سانتي متر مكعب المثال الثاني متوازل مستطيلات طوله 120 سانتي متر وعرضه 10 ديسيمتر جد ارتفاعه إذا كان حجمه 96% متر مكعب الحل توحد الوحدات 10 ديسيمتر بتساوي 10 ضرب 10 وتساوي 100 سانتي متر 96% متر مكعب يساوي 96% ضرب 100 ضرب 100 ضرب 100 وتساوي 960 ألف سانتي متر مكعب حجم متوازل مستطيلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع 960 ألف يساوي 120 ضرب 100 ضرب الارتفاع إذن الارتفاع يساوي 960 ألف على 12 ألف وتساوي 80 سانتي متر السؤال رقم 2 متوازل مستطيلات حجمه 60 متر مكعب وعرضه 3 متر وارتفاعه 4 متر جد طوله مكعب حجمه 64 متر مكعب جد طوله حجم متوازل مستطيلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع 60 تساوي 3 ضرب الطول ضرب أربعة إذن الطول يساوي 60 على 12 ويساوي أربعة متر حجم المكعب يساوي الضلع تكعيب 64 يساوي الضلع تكعيب الجدر التكعيبي للاربعة وستين يساوي أربعة يساوي طول الضلع تمارين ومسائل صفحة 64 السؤال الأول جد حجم كل من المجسمات الآتية علبا بأن طول كل من المكعبات الصغيرة وحدة واحدة المجسم الأول القاعدة فيها مكعبين بالطول ثلاث مكعبات بالعرض ومكعبين بالارتفاع الشكل الثاني القاعدة فيها خمس مكعبات بالطول وخمسة بالعرض وخمسة بالارتفاع الشكل الثالث فيه مكعبين بالطول ومكعبين بالعرض ومكعبين بالارتفاع الحل تنين ضرب تلاتة ضرب تنين ويساوي 12 وحدة مكعبة هذا الشكل الأول الشكل الثاني خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة وتساوي 125 وحدة مكعبة الشكل الثالث تنين ضرب تنين ضرب تنين ويساوي 8 وحدة مكعبة السؤال الثاني صندوق مملوء بمكعبات حجم الواحد منها 8 سنتيمتر مكعب احسب حجم الصندوق من الداخل إذا كان يتسع لخمسين مكعب الحل 8 ضرب خمسين وتساوي 400 سنتيمتر مكعب حجم الصندوق السؤال الثالث أكمل الفراغ في الجدول الآتي الجدول يتكون من 4 أعمدة العمود الأول يمثل الطول العمود الثاني العرض العمود الثالث الارتفاع العمود الرابع الحجم واحد الطول 10 سنتيمتر العرض 6 سنتيمتر الارتفاع غير معروف الحجم 480 سنتيمتر مكعب الثانية الطول 12 سنتيمتر العرض مجهول الارتفاع 10 سنتيمتر الحجم 360 سنتيمتر مكعب الثالثة الطول مجهول العرض 30 سنتيمتر الارتفاع 30 سنتيمتر الحجم 27 ألف سنتيمتر مكعب الرابعة الطول مجهول العرض مجهول الارتفاع مجهول والحجم 350 سنتيمتر مكعب الحل الارتفاع الأول 8 سنتيمتر العرض الثاني 3 سنتيمتر الطول الثالث 30 سنتيمتر أما السطر الأخير الطول 10 العرض 5 الارتفاع 5 أو ممكن يكون الطول 5 العرض 5 الارتفاع 10 أو الطول 5 العرض 10 والارتفاع 5 السؤال الرابع جد عرض متوازي المستطيلات إذا كان طوله 37.5 وارتفاعه 20 سنتيمتر وحجمه 13500 سنتيمتر مكعب حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع إذن 13500 بتساوي 37.5 ضرب 20 ضرب العرض إذن العرض تساوي 13500 على 37.5 ضرب 20 ويساوي 18 سنتيمتر السؤال الخامس ثلاجة على شكل متوازي مستطيلات مساحة قاعدتها 2000 سنتيمتر مربع جد حجمها إذا كان ارتفاعها 180 سنتيمتر الحل حجم متوازي المستطيلات يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع الحجم يساوي 2000 ضرب 180 وتساوي 360 ألف سنتيمتر مكعب السؤال السادس خزان ماء على شكل متوازي مستطيلات طوله 8 متر وعرضه 4 متر وارتفاعه 3 متر جد سعته من الماء حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع ويساوي 8 ضرب 4 ضرب 3 ويساوي 96 متر مكعب مكعب